سؤال ما حكم السجاير والشيشة والسجاير الالكترونية أعلم أنها حرام طيب إذن لماذا تسألوني؟ يقول لأنهم يسألونني هل التحريم للضرر؟ طمه الببسي من أكثر منه أضره وما حكم الحشيش ومن يجلسون مع متعاطيه دون تعاط من قبلهم طيب الجواب عن هذا يا رعاك الله أن الضرر الموجود في التدخين لا يقارن عند عاقل بالضرر الموجود في غيره من الأطعمة والأشربة الأخرى المباحة كالببسي والقهوة والشاي وغيره لقد اتفق العالم اليوم قاطبة شرقه وغربه عربه وعجمه على مضرة التدخين الفادحة حتى صارت شركات التبغ تلزم قانونا بأن تكتب على منتجاتها من الخارج وفي مكان بارز ظاهر التدخين قاتل التدخين مسبب رئيس للسرطان والأمراض الفتاكة فلا يقارن هذا بذاك عند عاقل أما الحشيش تحريمه مجمعا عليه عند أهل العلم لما يحدث عنه من تغييب للعقل بإسكار أو بتفتير وقد نهى النبي صلى الله سلم عن كل مسكر ومفتر المفتر ما يورث الفتور والخدر في الأطراف وهذا الحديث دال على منع الحشيش بخصوصه لما له من أثر التخدير والتفتير الذي لا ينكر ويتناول هذا الفجار لما فيه من النشوة والطرب وقد حكى القرافي وشيخ الإسلام ابن تيمية الإجماع على تحريم الحشيش ثم قال ابن تيمية رحمه الله من استحلها فقد كفر وإنما لم تتكلم فيها الأئمة الأربعة رضي الله عنهم لأنها لم تكن في زمانهم وإنما ظهرت في أواخر المائة السادسة وأول المائة السابة حين ظهرت دولة التتار أما مجالسة المحششين أصحاب المعاصي دون نكير عليهم لا تحل إن أهل العلم يحضونك يا ولدي ويحضون أمثالك على مصاحبة أهل الخير ومخالطتهم ومجالستهم والبعد عن رفقاء السوء ومن أدلتهم ما جاء في حديث مسلم في من قتل مائة نفس حيث أمره العالم بالانتقال من أرضه إلى أرض بها أناس صالحون ليعبد الله معهم قال له انطلق إلى أرض كذا فإن بها أناس يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرل سوء وأذكر بالحديث المرء على دين خليله فلينظر من يخالل وبالحديث لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي وعلى هذا فتاوى المرجعيات العلمية من فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء من جالس أهل المعاصي وتكلم معهم بما فيه خير لهم من إرشادهم ودعوتهم إلى الحق بالحكمة والموعظة الحسنة وجدالهم بالتي هي أحسن فقد أحسن لقيامه بواجب البلاغ فإن استجابوا فالحمد لله وإن أصروا على أصيانهم فقد أعذر إليهم الحجة عليهم وجب عليه اعتزالهم وأكرر وجب عليه اعتزالهم بعدا عن المنكر قال الله تعالى وإذ قالت أمة منهم لم تعذون قوما الله مهلكم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك